اشتركوا في القناة وهذا الامر الرابع تحت الجهة السابعة الجهمي والمجسم هل يتفقان وصلنا الى المورد الرابع والعشرين فيما يتعلق بالملك العادل المورد الرابع والعشرون الكامل جزء عاشر في صفحة 268 ثم دخلت سنة 65 هجري ذكروا قتلي سنجر شاه وملك ابنه محمود قال ابن الأثير في هذه السنة قتل سنجر شاه ابن غازي ابن مودود بن زنكي بن أقصنقر صاحب جزيرة ابن عمر وهو ابن عم نور الدين هذه دولة الزنكية هذه دولة المماليك هذه دولة المماليك الأتراك يقول وهو ابن عم نور الدين صاحب الموصل قتله ابنه غازي ولقد سلك ابنه في قتله طريقا عجيبة يدل على مكره ودهاء وسبب ذلك أن سنجر كان سيء السيرة مع الناس هذا أمير المؤمنين سنجر السلطان العظيم الفاتح المحرر ناصر السنة ناصر الإسلام ناصر الدين أمير المؤمنين ولي الأمر سنجر المملوك مملوك المملوك يقول هذا يقول ابن الأثير أن سنجر كان سيء السيرة مع الناس كلهم من الرعية والجند والحريم والأولاد يقول سبب ذلك أن سنجر كان سيء السيرة مع الناس كلهم من الرعية والجند والحريم والأولاد وبلغ من قبح فعله مع أولاده وبلغ من قبح فعله مع أولاده أنه سير ابنيه محمودة ومودودة إلى قلعة فرح من بلد الزوزان لا أعرف ما نقرأ من اسمها مدن اسمها شخصيات المطابقة للواقع ولما كانت عليه أو لا المهم قلنا يصل المعنى إلى الأذهان إذن خرج سيئر محمودة ومودودة إلى قلعة فرح وأخرج ابنه هذا وهو غازي القاتل أخرجه إلى دار بالمدينة أسكنه فيها ووكل به من يمنعه الخروج وكان الدار إلى جانب بستان لبعض الرعية فكان يدخل إليه منها الحيات والعقارب وغيرهما من الحيوان المؤذي ففي بعض الأيام اصطاد حية وسيرها في منديل إلى أبيه لعله يرق له فلم يعطف عليه فأعمل الحيلة حتى نزل من الدار هذا غازي أعمل الحيلة حتى نزل من الدار التي كان بها واختفى ووضع إنسانا كان يخدمه فخرج الخادم من الجزيرة وقصد الموصل أرسل خادما هو هرب من البيت من الإقامة الجبرية أرسل خادما إلى الموصل وعلم الخادم أخبره بأنه إذا وصل إلى الموصل يقول أنا غازي ابن سنجر يدعي بأنه غازي ابن سنجر يقول وقصد الموصل وأظهر أنه غازي ابن سنجر فلما سمع نور الدين بقربه منها أرسل نفقة وثيابا وخيلا وأمره بالعود قال له أرجع إلى بلدك إلى مملكتك إلى أبيك إلى مكانك إلى بيتك وقال نور الدين إن أباك يتجنى لنا الذنوب التي لم نعملها ويقبح ذكرنا ويقبح ذكرنا فإذا صرت عندنا جعل ذلك ذريعة للشناعات والبشاعات ونقع معه في صراع لا ينادى وليده ونقع معه في صراع لا ينادى وليده فسار الخادم إلى الشام ترجمة نانسي قنقر